السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد على القناة تشكيلة جديدة كنتمنتنا الإعجاب ديلكم بالنسبة للموضيلات موضيلات ربيعية وكذلك كين موضيلات شتوية كيفما غتشوفوا معي افتتمت الفيديو كين هاد الموضيل اللونسوم كيفما كتشوفوا في الزيتي وبنسبة لتوبي يعني كي يجي خفيف ماذا مشي ديالفصل الشتاء كيفما كتشوفوا معي كذلك هاد النوعية ديالي شوميز لي كي يجي طوالين فيهم هاد الألوان اللي كتشوفوا معي في الفيديو كذلك فيهم القرونة والبيج فيهم ذيك الابيض والاسود اللي لبس العارضة كين كذلك هاد البيج والاسود فصالة عصرية كيفما كتشوفوا معي وكين كذلك هاد الموضيلات المحجبات يتعبون طوالين يتعبون على هذا الشكل يتعبون الألوان الغوز و البيج الشيبي أزرق مفتح الموديلات يتعبون على الفساتين يتعبون طوالين يتعبون على هذا الشكل يتعبون الألوان ألوان مفتحين يتعبون بالحسان يتعبون هذا الموديل يتعبون واسع ومريح في اللبسة مع الخمار يتعبون في نفس اللون الفستان يتعبون الأسود والبيج وبالنسبة الموديل بالنسبة المعاطف القصيرة يتعبون كما ترى معي في الفيديو يتعبون الألوان وبالنسبة الأسود يتعبون الأسود في جميع الموديلات ومع الموديلات ومع الموديلات بالنسبة لشوميز كما ترى معي كما يبنيكم في الفيديو فيهم هاد الأخضر وفيهم كذلك الأسود نسقط نسقط معهم هنا هنا تصروا في البيج كما تلاحظوا معي أجبت لكم هنا آخر صيحات الموضة بالنسبة ل ملابس فصل الربيع بالنسبة ل الفستين وكذلك لشوميز كما ترى معي وكذلك هذه الموديلات بالنسبة ل الفستين للمناسبات وهذا الموديل يوجد ألوان وكذلك هذه الموديلات كما يبنيكم مختلف على اللي شفنا قبل بالنسبة ل الناس اللي كيبغيوها هاد النوعية ديال الفستين وكذلك موديل جديد موديل عصري بالنسبة للفستين شتوية كتجي على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معي وكذلك هذا الموديل في الزيتي بالنسبة ل الفستين للمناسبات كذلك هذا الموديل في هاد الألوان فيه الغوز بلومارين في هاد الباش والأسود وكذلك هاد الموديلات بالنسبة للخراسة اللي كيجيوا بالحزام بحل اللبسات العارضة فيهم هاد الألوان اللي كيبنوا لكم نسقطوا هنا مع الصروار في اللون الأبيض بما أنهم فيهم اللون الأبيض وكيجيوا على هاد الشكل هذا وكيجيوا على هاد الشكل هذا للمناسبات كيجي مزيون في اللبسة في هاد الباج وفي هاد الألوان كين هاد الموديل اللي جراقي في اللبسة كيفما كتشوفوا الفصالة دياله شي حاجة جديدة اول مرة تشوفها معي في القناة لبنسبة للتوب ولبنسبة للفصالة وكين كذلك هاد الموديل تهوى للمناسبات الفصالة دو بياس كيجيب الحزام في هاد الموذ والأسود وكين كذلك هاد الموديلات فصالة خروج للمحجبات في هم الألوان كيفما كتشوفوا معي ألوان مفتوحين وكين كذلك هاد اللون هادا كيفما كتشوفوا وكين هاد الموذ دو فصاتين للمناسبات حاولت انني اقترح لكم هاد التشكيلة هاد على حسب طلب العديد من المتتبعات في القناة فكيتلبوا مني هيدا موديلات ديال المناسبات فحاولت انني النوع لكم في الفيديو فيهم فساتين كيفما كتشوفوا لفصل الربيع فساتين خروج فساتين راقية في اللبسة وفي نفس الوقت مريحة كيفما كتشوفوا كيجيوم ستورين فيهم هاد الألوان اللي كتشوفوا معي فيهم هاد الأسود والأبيض وفيهم كذلك هاد اللون هادا كيفما كتشوفوا فيه الباج والأخضر والغوز فوشيا فيه كذلك الموض وبنسبة لهاد التصاميم تصاميم شاتوية كذلك بنسبة الفساتين وكين هاد الموديل هاد الموديلته هوا كيفما كيبن لكم للمحجبات كين كذلك هاد الأخضر كين هاد الموديل فيه جوج الوان كيفما كتشوفوا كين هاد الموديل فيه جوج الوان كيفما كتشوفوا يا حبيباتي كين هاد الموديلات اللي كيجو كده اللي كيفما كتشوفوا كين هاد الموديلات اللي كيجو كده هوا واسعين كيجو بستضيفة علي جنو كيفما كتشوفوا وهنا يا حبيبتي كنبغي أنني ندكركم البنات اللي يدخلوا جدادات ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة إلا كنتم اهتمت بهذا النوعية للمحتوى وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل فيديو كنزول لكم في القناة وهنا يا حبيبتي نقول لكم مع السلامة نتلقوا في فيديو جديد إن شاء الله وكيفما عودتكم دائما الجديد فيما يخص موضة محجبات مع السلامة